هذا وأعلن وزير التجارة عن إطلاق 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين المسوقين للحبوب الأسبوع المقبل وقال الجبورين الأسبوع المقبل سيشهد المباشرة بإطلاق دفعة من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب لافتا إلى أنه تم تخصيص بالغ أو مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي الحبوب